في هذا الفيديو أتعلم كيف تنظف أديداس الدلت بالشكل الاحترافي وبمكونات بسيطة في الدار ديالك وغيب الله يرحم الوالدين شوف أديداس كيف تنظف أديداس كيف تنظف أديداس الدلت بالشكل الاحترافي نضيف ملعقة للمسحق الصابون وملعقة بيكربون والسوديوم ونزيد معجون الأسنان الأبيض ونزيد معلقة السلخل نشد الشيطة ونرحم الخالط ونشرح الخالط نشد أحد البروزة ونقضي الصندال في الغبر نشد أحد القنينة بخاءة في الماء ونشرح الصندال فعلا نشد الشيطة ونقضيها في الخالط الذي يصابنا ونقوم دهن الصندال جيد في الأماكن ونجعلها للنصف وشاء هذا الفيديو وكيف ينفي بيكربون السوديوم بعد 50 ديال التقايق نرحم الحفور ونشرح الصندال فعلا يجب أن تكسلوها تكسيلة يا سلام وتفرج لي على البايض كيف سيخرج أشمن غبرة وشمن زمر أتعلم لي الآن يا قولي حيث عني تكون تفرج الصندالة تفرج غيره بشوية كما تفرج لحمك عندك سحولك تتحكي الدهار ومفوز الزق مقطع الصندالة ما تنساش التنظيف الداخلي إذا كان الدهار تكون عمر بالعرق وغيب شوية حاجة ما تكون بالجهد تسالم الشيتة الكبيرة ترجع عن الشيتة ديال الأسنان كينوح النقد وغوبر ما تحييتش إلا بالشيتة ديال الأسنان وفريك لي بحلك تفرج سنيناتك وتفرج لي على البايض والحريف اللي ما تدمنه تفايدة أعرف هضرات مو غير زيدة وإذا ما قدرتش تنفع الناس ما تضرهمش حيث احنا هكا ربونا والدينا استفتتي من هذا الفيديو أرحمة ديالوالدين وشاركم عن الناس اللي كتشوفها كتلبس الأديضاس وعندها هاد المشكيل ما تبخلش على الناس بالمعرفة ما تنساش رضوان استربوت يحييكم من ورشته استربوت كوير بمدينة وزن مركز باب جغمر جماعة عم بايضة مرتفى